من جديد يعود ملف المدعو صباح الكناني إلى الواجهة بعد محاولة هرب فاشلة من إحدى المستشفيات الطالب متابعون للشأن بالإسراع في اصدار الحكم بحق المتهم الذي يلقي القبض عليه بالجرم المشهود والأدلة الدامغة التفاصيل في هذا التقرير صباح الكناني تاريخه معروف بالابتزاز إذ كان يمارس عملياته مستغلا زوجته اللبنانية للإقاع بالضحية وتمكن من جمع أموال طائلة عبر عمليات الابتزاز المتنوعة والمتعددة التي لم يسلم منها رجال الأعمال والنواب والمدير العمون وأصحاب مكاتب الصيرفة وغيرهم وآخر الأدلة على عملياته ومقطع صوتي يبين طلبه وزوجته من أحد الأشخاص تزويدهما بمعلومات عن الرجال أعمال ومستثمرين من بيت العطار وبيت المشطة لغرض ابتزازهم عمليات الكناني لم تقتصر على الابتزاز وجني الأموال إنما كان يهدد بالقتل أيضا فأحد المقطع المسربة من هاتفه أن قال أثناء اعتقاله يكشف عن عملية ابتزاز وتهديد بالقتل لمدير بلدية المنصور علي جار الله هذه الرسالة وصلت على جار الله بالقران قسمين بالحسين أبو أبو أصنطه أمو يحب أبوه أنع الوالد والدي إذا ما أذد بالحبس لين دج بالبناء يا مالتي هاي موه مال حيدر بعد حيدر خارج قوس عباس وأنا بلغت مهند وبلغتك يتوصلون لها الرسالة يتوصلون للرسالة أشقي نصين بالنزالة وبالقضاء وبالمحاكم ما أخلى علي سكة زين والله أفتع لي من أين لك هذا هذا أنع الوالد والدي وبحسب معلومات نشرها المحلل السياسي الدكتور غالب الدعمي أن فكرة الليطاحة بالكيراني بدأت من قبل زوجته اللبنانية ميراي عقل بعدما خسر الانتخابات وبدأت خيوط اللعبة تنكشف فضلا عن كثرة الشكاوى عليه في هيئة النزهة والأبن الوطني والمخابرات لذا لم تعد منه فائدة ولا سيما أن جزءا كبير من أمواله سجلت باسم زوجته التي بدأت بتسريب مقاطع صوتية وفيديوات لتنتهي خرافة محارب الفساد التي ابتدعها الكناني خلف القبان بعدما كان يأمل الفوز بمقعد نيابي للوصول إلى رئاسة لجنة النزهة البرلمانية من أجل الاستمرار بعبليات الابتزاز تحت يافطة محارب الفساد ترجمة نانسي قنقر